أهلا بكم اجتمع مجموعة من قادة العالم في منتجان سويسري في جبال الألب للبحث عن سبل لمعالجة أزمة أوكرانيا ويتوقع الكثيرون اختراقات حقيقية بسبب غياب روسيا أحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل مكروم من أن السلام لا يمكن أن يشمل ما أسماه الاستسلام الأوكراني حيث تتمسك كيف بمطالبها التي تشتره مغادرة روسيا كل أراضيها والتي استولت عليها وعشية القمة قال الرئيس الروسي فرادمير بوتين إن بلاده ستنهي الصرع إذا أسقطت أوكرانيا طموحاتها بالانضمام إلى النيتو وسلمت أربع مناطق تطالب بها موسكو